هذا المشهد تحت شرفات المنازل في السبتية الامتي في لم تقفل ملف المجرير والنفايات في هذه المنطقة حتى الوصول إلى خواتيمه لأن السكان يعانون يومياً من الروائح الكريهة المسببة لأمراض خطيرة أنا باستحي يجوا رفقاتي لعندي أرايبين بس يجوا لعننا إذا حدا طلب ما يبركد على البالكون بركد على المطبخ لما يوصل على البالكون يتطلع على النهر صحيح هنا تحت بيت أنا العلكي ما أبكبه فيه بس كيف قاله نفس العالم هيك يكبه طلع بشرفك طلع ريحة البشعة فيك تسكر من أخيرة بس سيدة الريحة بتوجع لك راسك بتفوت لك البرغش على البيت قد ما جبت قصص تنظيف ورويح شي يعني عملت لنا كقابة عملت لنا أحباط وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال وجه كتاباً إلى وزارة الطاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلوث لازم انتبعها مش بس هي عملية إرسيل كتاب لأنه لأسف كتير من المجاري المياه الشتوية أو المجاري المياه عم تكون ملوثي بفعل أنه يا شبكات الصرف الصحي مهترئة أو عبتنكب بطريقة غير شرعية على هذه المجاري وكمان فيه تراكم للنفايات وهون كمان عم نتابع مع البلديات حيث هي موجودة عملية تنظيف هذه المجاري هذا المشهد ناتج عن إهمال المواطنين عبر رمي النفايات على الطرقات فمع كل شتوة تتراكم وتصبح كسد مليء بالمجارير والنفايات بين المنازل الأساس هو يصير في إعادة تشغيل منظومات الصرف الصحي لأكتريتها لأسف معطلة حالياً في لبنان في وعد من الاتحاد الأوروبي واليونسف أنه نشغل 30 محطة خلال الأشهر المقبلة ونحن نتبعها لنتأكد من تشغيله ورفع التلوث عن الأنهر عن المجاري المائية بحسب معلومات وزارة الطاقة لا ميزانية في الوزارة ولكن كخطوة أولى ستحاول التواصل مع جهات مانحة لتنظيف الرجار المسدود علماً أن هناك مشروعاً متكاملاً لشبكات الصرف الصحي ومحطة تكرير كبيرة لمنطقة المتن لزمت لشركة لبنانية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدأ التنفيذ قبل الأزمة لكن بعدها تجمدت القرود وتوقف العمل ترجمة نانسي قنقر